السلام شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير وانتم تشاهدوا في هاد الفيديو اليوم جيتكم بيدا سهلة واقتصادية بالماء تابعوا معي الوصفة اخر الفيديو نحتاجوا كاس تاع 220 مليلي تخطاع الماء يكون دافي نحتاج نصف كاس تاع الزيت نزيدوه لهذاك الخليط نحتاج ايضا مغرف كبيرة تاع خميرة الكسرة ونحتاجوا كيف كيف مغرف تاع السكر هاذي لابات تاع البيتزا اللي حنعطيها اليوم اجي خير من تاع المحلات تصدقوني لي ضغها في الدار والله بابا اصلا قالي هذه الوصفة اللي تعود يجيري كنت نجيرها بقداش من طريقة بالحليب ساعة نجير فارينه لولا ما هاذي لقيتها هي احسن يعني وصفة للبيتزا نحط الخميرة والسكر ونجيب بيضة هي اللي رح ديد تعطيني هذي كلها شاشة وصر في لابات هاذي انكم متشيحوهاش مليح باش ديكم بيضة شابة هاذي ما تشيحوهاش مليح بالافاغين تشيحوها يعني شوية بارك وخلوها شوية طريقة رح تبتن فخلكم في الفور وديكم فوقاس وديكم بنينا وما نحكي لكمش هنا نحاول نخلط المقادير هذي كلها اللي عملتها كل ونبدأ نضيف الفارينة والملح ما كانش مسهل من هكا ما مغرفة خميرة مغرفة السكر عظمى نصف كستاز زيت فارينة والملح نحاول نغربلو هنا لفاغينة عنا باش نفيتو كش ما يكون فاها نزيد حوالي زوز ملاعق تع الملح انا هاد لكونتتي ديلكم زوز خبزات الى كانوا صغار ولا ديلكم لبلا تع الفور هاذيك تع 4 فور مش تع 5 فور ديلكم هاذيك لبلا هاذي هي المقادير اللي ديكم وديكم فوقاس الى تحبوها رقيقة تقدرو تمشو امام حتى اللبلا هاذيك الكبير تع الفور تع 5 فور نخلط مليح ومبعد ندخلي تجيب باش نبدأ نخلطها لا تعجنوها اللويلة ولا تعبو روحكم ستقوني اسهل ما يكون انا اللي طوما تاعي انا ما نطيبهمش وخاصن بهاد الوقت ما تمتع ناري حمرة انا نقشرها برك ونميكسها نزيد لها الملح ففلك حل شوية زيت شوية راس الحانود ونزيد لها شوية ففل عكري ونصف مغرفة اه كونسير هاذاك وش نخلطها مقاع في الميكسور ومبعد نزيدهم من الفوق يعني هذا وش نجير للطماطم ما نطيبها ما ويلو جي بزاف ابنينا وما كاش زعمال ما طيب لكمش من الفوق انا في الفوق نشاعل عليها من تحت حطين طيب بيان وبعد نشاعل عليها من الفوق حتى تحمر نحس لها بعد طعبة من الفوق وبعد نطفي ونخلاها في الفوق واحد دي مينوت بعد نجبدها باش تولي خوستيونت متقعدش هكا كترية يعني هذا هو السر في الطيب يعني اللي يقولوا لي أنا نطيبوا في الدار وما تخرج لنش كيمة عالبرة لا تخرج كيمة عالبرة برك اعرفوا كيفاش تستعملوا الفور تحكم انا اهنا هاور قوام اللي حبست عندو كيدمسها ما تلسقش في يدي شوفوا ما شاء الله كيفاش راي طلعت خليتها خمرة بيان وشوفوا كي عاد طرية كيفاش هذيك الخيوط تعلابات تعنا راهي كاين اها شوفوا كيفاش راهي طرية وتلسق نجيب البلاتو اللي رح نعمل فيه ندهنو بالزيت وشنو هنا نخدمو بالزيت هاوليكم لكم شيتي جينا في هاد البلاتو نعمل نعاون يجيب الزيت ونحبط كامل هذي كلابات وارا نفتحها رقيقة نفتحها عادي ما تخافوش فتحوها بيان وجيكم رقيقة تقولون انتم مشيح تطلع ومبعد تطلع لكم تولي هايلا نفتحها ومبعد نرجع لكم هنا كما فتحناها وش نبدو نديرو نديرو ليتومات تواعنا ليتومات كيما قلت لكم هاي لكم كيفا فتحتها يعني ما هيش خشينا بس لحظوك تشوفوا كيفاش تطلع شوفوا تمتعي كيفاش راي حمرة وما فيهاش الماء خطر انا نعصرها شوية قبل ما نحطها ما نحطها شبهها بالماتاحة بيش ما طريش لكم لابات ونيتالها كامل على السطح ويعني الحشو اخجاري يعني هي تعبرة لجي غرب يعني بزيتون وزيتون وفلفل برك انا درت لها شوية فخوماج ستيكيتها شوية معدنوز شوية من هايذي حسب الرغبة وانتو ما اوش كاين متوفر عندكم في الدارنا درتها مين بالليزان شواء بالطن كنت قاسمة كل واحد وانا نمع الحرية كل واحد وشي حب وحدها بليزان شو وحد حبها نقسم الهم لمقصود اوحهم واجربوها ورجعولي بالخبار السهلة وانا درتها مقولك ما قد احداش ونص لاثناش طابط وفطرنا وكلش شواء الله تكونوا عجبتكم وصفة اليوم يلا عجبتكم ما تسوش ديروا ليجام وابوني بخالي غنقلكم تلقوا في الوصفة القادمة اشتركوا في القناة